اشتركوا في القناة ونحاول نوفر من مساحة القرص فطيب لو جهازك انجليزي او جهازك كان بالعربي هتضغط على علامة الويندوز وحتضغط او هتكتب اللي هو لو بالانجليزي هتضغط ديسك كلين أب ولو جهازك بالعربي فقط هتكتب بالعربي تنظيف القرص بعدها هتختار هنا بيطلع لك الملفات وحجمها بهذا الشكل طبعا انت هتحدد علامة الصح لو حابب تحدد على الكل علما بان اي شي تحدده هنا ما بيحذف لك اي شي من ملفاتك يعني سواء صور فيديوهات او ملفات مايكروسوفت اوفيس او اي شي ما بينحذف اي شي من هذه يعني كل اللي بينحذف هنا انت اشياء ما بتحس بيها اصلا يعني شوف زي هذه الملفات كلها طلعت لتقريبا نص قيجة ممكن يكون عندك قيجة 2 قيجة 3 قيجة على حسب هذا وعندي النظام جديد والكمبيوتر يعتبر جديد ولو حابب تحذف اكثر هتختار اللي هو اللي هو حذف ملفات النظام وبعدها فقط كله عليك هتسويه هتضغط على اوكي الان بيأكد عليك هل تريد فعلا حذف هذه الملفات هتقول له نعم حذف الملفات الان هيبدأ في عملية الحذف زي ما تلاحظ معاي شوف حتى سلة المحذفات قام بحذفها بعد ما حددتها من ضمن الخيارات طيب الان عيد تشغيل جهازك وان شاء الله بتشوف فرق المساحة في جهازك وفي نهاية الشرح يعطيكم الف عافية لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة وفي امان الله